موسيقى على معرفتها دارت القرون الأولى وفطمة شيعتها من النيران وسعد من تولاها بالجنان إنها أم أبيها السلام عليكم مشاهدين الأكارم ورحمة الله وبركاته أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأيضا أرحب بضيفي العزيز الكريم في هذه الحلقة الباحث الإسلامي فضيلة الشيخ زمان الحسناوي السلام عليكم شيخنا العزيز أهلا وسهلا ومرحبا لكم نعم مشاهدين الأحبة في هذه الحلقة سنتناول عن قيم السيدة الزهراء سلام الله عليها في الإسلام نعم فضيلة الشيخ كثيرة هي قيم السيدة الزهراء سلام الله عليها ولكن نتطرق للجانب العبادي كيف لها أن تكون مثالا في هذا الجانب وتركت لنا قيمة قيمة في الجانب العبادي لكل الأشخاص ولكن عموما للعامة وللخاصة بالنسبة للنساء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المحصومين المنتجبين اللهم صلي على محمد وآل محمد يعني يكفي ما ورد في تأريخ السيدة الزهراء عليها السلام نقلا عن ولدها الزكي المشتبى لنام الحسن عليه السلام أنه قال عن أمه السيدة الزهراء أنها كانت تقوم الليل كل الليل للعبادة نعم سلام الله عليها والإمام نقل شيئا آخر عن عبادتها أنها كانت تدعو للجيران كانت تدعو للآخرين فالإمام عليه السلام سألها عن سبب ذلك قالت الكلام المعروف المنقول عنها أنه جار قبل الدار الخلاصة السيدة الزهراء وزوج السيدة الزهراء ووالد السيدة الزهراء وأولاد السيدة الزهراء إلى إمام زماننا عليه السلام ذكرهم الله تعالى بقوله يبيتون لربهم سجدا وقياما في سورة الفرقان آخر سورة الفرقان وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا هذا بالنهار هذه طريقتهم بالنهار وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لا إله إلا الله فالنهار عبارة عن تواضع حلم وإعراب عن الجاهلين من آيات القرآن الشاملة الكاملة الجامعة المانعة في هذا الصدد وفي هذا الشأن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إهنا الآية تقول عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بالليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما نهارهم كمال وليلهم كمال السيدة الزهراء عليها السلام نقلا عن ولدها الحسن أنها كانت تحيي الليل بالقيام والركوع والسجود لله تعالى في محرابها في محرابها وعلم نبي طالفا في معرابي وسيدة الزهراء في معرابها وكانت تدعو للآخرين إمام الحسن يقول تدعو للآخرين بظهر الغيئة بتقول لها ولد الجار قبل الدار فهو يسألها يقولها يا أمه ليش يعني هذه قيم نبيلة عالية قيم راقية جدا ما أحرى بجميع المسلمين أن يسمعوها ويعوها ويطبقوها يستمعون القول فيتبعون أحسنه كما يقول الله تعالى في كتابه ماك أحسن من قول هؤلاء ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وأحسن الدعاة إلى الله النبي وآله والسيدة الزهراء منهم اللي قل هذه سبيلي حكاية عن لسان سيد الخلق صلى الله عليه قل هذه سبيلي أدعو أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأول من اتبعه علي عليه السلام وتفاسيرنا وحتى بعض تفاسير الآخر بالاتفاق والإجماع يقول من اتبعني على ابن آبي قال فمثل ما محمد أحسن من يدعو إلى الله على ابن آبي طالب أحسن من يدعو إلى الله وأحسن قول هو الدعوة إلى الله كما في الآية ذكرت قبل وأحسن الدعاة لأحسن قول النبي ومن اتبعه وهم أهل بيتة أول من اتبعه السيدة الزهراء عليها السلام اتمثل هذه الحقيقة الجميلة ما أحرى بالمسلمين واقع أتكلم أنا ما قاعد أسأل في خطابيات أو أمور شاعرية أو عاطفية قاعد أتكلم بجدوة واقعية والله إذا المسلمون يردون يغيرون سوء حالهم إلى حسن حال إلى حال أحسن ما عليهم إلا بالرجوع لما جعله رسول الله وهو الذي لا ينطق عن الهوى كما في سورة النجم إنه هو إلا وحي يوحى ضمانا من الضلالة والانحراث والانقلاب والتبديل وما بدلوا والتغيير وإلى آخره اللي قال ما إن تمسكتم به ما لن تضلوه كتاب الله وعترتي وهذا الحديث ثابت بل متواتر متواتر عند جميع المسلمين ما أستثني فرقة منهم عند الإسماعيلية وعند الزيدية وعند الاثنى عشرية وعند غير أتباع أهل البيت وعند الجميع حديث ثقلين ثابت وصحيح ما إن تمسكتم به إذا أهل الإسلام ما يرجعون إلى هذه القيم النبيلة الجميلة ما رح يتبدل حالهم إلى حال أحسن وهذا الإرث العبادي الذي تركته السيدة زهراء سلام الله عليها كما ذكرتم أنها كانت تقوم الليل بالصلاة والدعاء للجيران فيسألها الزكي الحسن سلام الله عليه أمه لماذا يعني الدعاء لهم قبلنا صحيح فقالت الجار ثم الدعاء شوف تحمل المسؤولية تجاه الآخرين يعني هذا إذا أريد أعطيه عنوان مثلا أريد أخليه عنوان الصغير يسمعني لعله يخلي عنوان آخر من حيثية أخرى واحد ثالث يسمعني يخلي عنوان آخر من حيثية ثالثة كلها صحيح ما عندي مشكلة ولكن عنوان بحيثية من حيثياتها المعنى هذا تحمل المسؤولية تجاه الآخرين نأخذ حيثية أخرى بأنها هي كامرأة وقدوة وسيدة للنساء أنها في الليل كانت قائمة وتصلي وتتعبد وفي النهار هي لديها بيت وزوج تأجي مسؤوليات وبعل ومسؤوليات نعم هذه واحدة من الشيخنا وعلى الجميع أن يستفيد بهذا الجانب وذاك الجانب نعم شيخنا العزيز لو تفضلتم وبينتم كيف كان تفانيها في حبها لرسول الله صلى الله عليه وآله سيدتنا ومولاتنا الزهراء صلى الله عليه وسلم كلام كثير واقعا نحن نأخذ جوانب والوقت ضيق السيدة الزهراء أتمنى من المشاهدين والمشاهدات يراجعون تاريخ المكتوب في كل الكتب المؤلفة عن حياة السيدة الزهراء يعني مفتش خاص أي كتاب مؤلف عن حياة الصديقة الكبرى فليراجعوا يشوفون السيدة الزهراء رافقت النبي ووقفت مع النبي نعم وكانت تضم الجراح النبي الجراح أقصد المعنوية والمادية يعني جراحة القلبية من الآخرين اللي كانوا يسمعوا كلمات لو كانوا يأذوا لو كانوا يتهموها شاه بالكذب وغيره وجراحة في المعارك وجراحة بالمعارك وغير ذلك كل هذه كانت تضمدها السيدة الزهراء السيدة الزهراء معروف في كتب التاريخ وحتى في بعض الأثر ورد أنه النبي صلى الله عليه وآله كان لما يكون عنده هم وغم ولما تضيق الدنيا في وجهه لما المصاعب تشتده ليه لأنه هو باخع نفسك القرآن يعبر باخع نفسك باخع بمعنى مهلك توقع الله تعالى يقول للحبيب يقول لها تقاعد تهلك نفسك من أجل هداية كأنه ما يريد يقول لها أنت عليك يا فكوي لا تذهب نفسك عليهم حسرات ما يستاهلون ذولا ما يستحقون بعضهم بعضهم ما يستحق أصلاً ما يجهن لهداية لا تهديم أنا أحببس ولكن الله فباخع توقع الإنسان لأجل هداية الآخرين هل قد يشتغل ويعمل؟ اش قد يتعب؟ هذا التعب كله إذا راد النبي يبدده كان يأتي إلى فاطمة السلام عليكم والله كنت بها كذا تقول يأتي إلى فاطمة ما إن ينظر إلى وجهها يرتاح هاي الهموم والأتعاب كلها تروح بنظرة إلى وجه السيدة الزهراء عليها السلام طبعاً يعني كلماتها مواضحة على ذلك فداكي أبوكي هذا بها زمن بها زمن هذا بالزمن اللي ابنية كان يأدوها وبالزمن اللي المرعة كانت ما محترمة الآن كان سؤالي في صدد أنه يعني أنتم سبقتوني بالحديث أنه ليس فقط بهذا المقام النوري نتكلم عن مقام الأبوة وكيف أن للأب موقع وأيضاً تأثير في صقل الشخصية وأيضاً بالجانب الخاص للسيدة الزهراء سلام الله يعني بعلاقتها مع النبي يعني شنو أكثر أن تعيش به بزمن المرأة فيه مهانة وغير وهنا أنا نخلق لحك شاهية حتى الأمور يصير واضحة ليس صور الإخوة المنسولف عن المرأة كانت مهانة وممحترمة بس عندنا كعرب وإجا النبي غير صلى الله عليه وسلم بالنطاق العام الموضوع أنا أطلب الآن من كل من يتابعني نعم يراجعون تاريخ الحضارات بالعالم أتكلموا ياك أنا مراجع يعني موه شي رجماً بالغيب قاعد أسولف لو أريد أتهم الآخرين ما يحتاج عبداً ما يحتاج وإذا قلتم فاعجلوا الله تعالى يقول قول كون يصير حقيقي وعادل نعم أنا قاري كثير من حضارات العالم السابقة الرومان وغيرهم الصين حضارة الصين أنا أتمنى من الأحب يراجعون هاي الحضارات وشنو كانت نظريتهم بالمرأة يعني حضارة من الحضارات تعتبر المرأة شيطان حضارة حضارة المرأة شيطان حضارة ثانية تعتبرها جن نعم يقول المرأة عبارة عن جن حضارة ثالثة تعتبرها كائن شرير حضارة رابعة تعتبرها مو بشر حيوانات حيوان وألبست لباس البشر طبعاً الكلام قاسي أعتذر بس مو آني ناقل الكفر ليس تبي كاف بالنتيجة قاعد أقول أكو حضارة تتبنى هاي النظرية نحن جماعتنا العرب اللي يبعث النبي صلى الله عليه وآله بين ظهرانيهم اللي ابنية الزغيرة كانة ويأدوها خاف تكبر وتجلب لهم العار مو بس هاي تكبر وصير عندنا معركة مع أحد ويأخذوها أسيرة وآني يصيبني العار بسبب هاي العملية نعم ايجي يفكر يو واحد كان يقول يقول أنا أكرح مجيء البنت يابا ليش يقول خاف تكبر وتزوج وزوجها يضربها ويهينني بضربها ويفقدني رجولتي وإلى آخر يفكر لبعيد وهو ما صار أحسن شيخ لذبها بالتراب أخلاص منها النبي بعث البيئة هاي تفكير وإذا الموؤودة سئلت فيها اجي النبي صلى الله عليه وآله البيئة كهذه واجدت بنت اسمها فاطمة إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من مكانه ويجلسها في مكانه ويجلس أمامها من الوأد تحت التراب إلى القيام من المجلس وإجلاسها في مكانه وهو يقعد قبالها يتقول له يا رسول الله أنا يقول هذا الشكل له لو يقبل إيدها والدها يقبل إيدها لو والدها يقولها أم أبيها أنت أمي مو بنتي أنت أمي أم أبيها فاطمة أم أبيها لو تصير فتحادثة معينة حادثة معينة تصير فتحادثة معينة لما يقلوا له ردت فعل أو جواب الزهراء بهذه الحادثة على السؤال اللي يطرح عليها فالنبي يسمع جوابها مثلا وحدة من الحوادث اللي النبي قال بهذه الكلمة أنه لما سئلت السيدة الزهراء شن هو الشيء اللي يشكل خير للمرأة فأجابت بجوابها المعروف أن لا ترى الرجال أي شيء خير للمرأة إذا أجابت أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال يعني ما تكون في بيئة كلها رجاله ولهذا قلنا قبل قليل كون تحافر حتى لا تأدي دورها تحافر على خصوصيته نعم حتى جدار الحياة ما ينهدم ما أكو مشكلة المرأة منتكون بين أمة رجال هذا جدار الحياة شيئاً فشيئاً يتآكل وإذا تآكل بمرور الزمن يسبب مشكلة الخصوصية راح تروح وإذا راحت صار أكو مشكلة فهو مخلي القيد قبل الوقوع في المشكلة هي سلام الله إذا رأى كذا أجابت ألا ترى الرجال رجع الجواب لرسول الله وله فاطمة هتش تقول قال فداها أبوها هذا الجواب الأريد جاوبت اللي بقلبي اللي بنفسي فداها أبوها الجواب المنتظر من رسول الله فداكي أبوكي لو كان سويل شو هذا التعامل شو هذا التعامل شو كان يتعامل مع السيدة الزهراء وشلون هي هم كانت تتعامل مع بيها رسول الله صلى الله عليه وآله بحيث بعد فقده بعد فقده قامت تبكي عليه ليلاً ونهارا نعم أحسنتم شيخنا العزيز لا يكون دروس الأبو شلون يتعامل مع بنته البنت شلون تتعامل مع بيها احنا عدنا بالآداب والسنن ورد في الآداب والسنن شو الإسلام شقد دقيق شقد يراحل حالة تكوينية الأشر تلهب فيما سبق هدية تجيب بالبيت هدية لأولادك الإسلام يقول ابدأ بالبنت السيدة الزهراء يجي خطابة عليها على ابن أبي طالب خطابة جاهي على ابن أبي طالب خي سمعون آبائنا كافي عادات وتقالية خاطئة حتى لو أتكلم شوية بقسوة ليريد يضوجها براحت أنا ما ودي يضوج بس إذا هو يريخه شو سوي أنا عندي الإسلام أهم منه والثقافة الدينية أهم منه بالزمن اللي المرأة ما عندها أي خيار أمامها كل شيء يبيدها لها وكل شيء إلا يدخلون بحياته إلا يفرضون عليها يجون خطابة على السيدة الزهراء يجعل ابن أبي طالب خطابة جاي وحدة ما جايبوا يا واحد يدنق يستحي من رسول الله شي يقول له قال له علي جائب الإسلام جبرائيل نزل قبل والنبي يعلم وجبرائيل نزل قال له زوج النور من النور والنبي يعلم صلى الله عليه وعله تعالى يعني خبر جبرائيل همخة قال لعلي جائب تخاطباً فاطمة قال نعم يا رسول الله قال لأ أروح أرى فاطمة رأيها شوية نعم هذه قبل أكثر من ألف سنة أكثر من ألف واربعمائة سنة نبيه الإسلام ينطي درس للناس ما يقول قبّع واخذ لا لو فلان ناهي لو فلان ما شو مسوي لو فلان من هالحكي هذا اللي نسمع اللي والله تشمئز منه النفوس حقيقة مقزز يعني قال له والله أنا كون أشوف فاطم ما شو تقول خلت تسمع الدنيا هاي الدنيا المخبوصة الآن بقيمها خلت تسمع ماذا فعل المخبوصة الآن بقيم غير حقيقية يا ريتها قيم حقيقية العالم الآن واصل بازدواجية المعايير الراسل المهم الصدق بس عند أبي الزهراء وأهل البيت والقرآن الكريم يدخل النبي على فاطمة قالها فاطمة قالت لفداك يا رسول الله قالها على ابن أبي طالب جاء خاطبا سكتت حياء من أبيها قال سكوتها رضاها رجع قال هي لك يا علي هذه أيضا تحسب من القيم التي تركتها لنا السيدة الزهراء سلام الله عليها وأيضا لكل المتزوجين وكل العوائل وكل ما تم التطرق على بهاي الحلقة هو الدرس وتنمية وتعليم وتربية وثقافة للعائلة في كيف أنها تتعامل معها رسول ظلم وجود هذه المشاكل الأسرية اليوم طلاق نسب الطلاق مهم هذا الحديد يسمعوه الآن أسرنا نعم كيف أنه هذه الثقافة المحمدية والفاطمية والعلوية تجعل من الأسرة كيان متكامل وذو قيم وذو طابع إسلامي شيخنا العزيز نذهب في فاصل قصير ونستكمل إن شاء الله مشاهدين الأحبة فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله حياكم الله مشاهدين الأكارم مرة أخرى وهذه عودة من الفاصل وأرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة بذكرى استشهاد سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأكرر ترحابي بضيفي الباحث الإسلامي فضيلة الشيخ زمان الحسناوي حياكم الله الله عسكنا حديد شيخنا الكريم مرة أخرى الله عسكنا تكلمنا قبل الفاصل كيف أن النبي التربية المحمدية والفاطمية والعلوية لها الأثر في تخريج مجتمع مليء بالعادات والقيم برأيكم شيخنا العزيز ألا يجب على كل شخص متزوج أن يطلع على أسس التربية والقيم التي تركها لنا أهل البيت سلام الله عليهم واقعاً الكلام هنا ذو شجون الكلام هنا ذو شجون لأن أشعر أكعدنا في مجتمعنا مشكلة بهذا الجانب بالمشاكل يعني الجانب الأسري نعم ولهذا أشوف من الضروري أن نهتم بهذا الأمر قليلاً ونمطي حصة من الوقت لأنه يستحق نعم تفضل يعني اتوقع لما تجي إلى حياة أمير المؤمنين مع السيدة الزهراء الأسرية وتطلع على هذه الحياة وتريد تستفيد منها بعض القواعد باعتبار حياة كانت ناجحة ولما تكون الحياة الأسرية ناجحة كل واحد يبحث عن أسرار هذا النجاح عن أسبابه عن ديمومة هذا الزواج عن قواعد أقدر أخذها من هذه الحياة الأسرية السعيدة أقدر أخذ قواعد مفيدة يعني أطبقها بحياتي بمقدار ما حتى حياتي هم تكون ناجحة هذا الموضوع طبيعي أنه الإنسان وإن يشوف شخص حياته ناجحة فيحاول يأخذ من عنده الأشياء الإيجابية حتى هو أيضاً يتكون حياته ناجحة فلما ألقي نظرة على سبيل المثال على هذه الحياة المباركة الطيبة ألقى مثلاً الآتي نعم أنه تقاضى علي وفاطم إلى رسول الله نعم شوفوا الجمال شنون تقاضى تقاضى علي وفاطم يعني وضعوا الرسول حكماً بينه بينه نعم أنه آني شنو علي والسيدة الزهراء شنو علي المسؤوليات الملقات على عاتقي كرجل شنو والمسؤوليات الملقات على عاتق السيدة الزهراء كامرأة شنو كامرأة وزوجة طبعاً شنو نعم كزوجة أقصد مرأة زوجة صحيح رسول الله أعطاهم قاعدة صلى الله عليه وآله ما دخل بالتفاصيل أعطاهم قاعدة عام بالمجمل العام أي أعطاهم قاعدة شمولية أصل من الأصول اللي إحنا كنا نفرع عليه علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع مو بس بالفقه نعم شنو هذا الأصل قال ما مضمونه طبعاً مو النص صلى الله عليه وآله أنه كل مهمة خارج الباب ما بعد الباب هي لعلي وكل مهمة ما خلف الباب فهي اللي فاضل خلف الباب بالداخل يعني اي اي هو فدمعنا أنه شؤون البيت اللي الآن مع الأسف بعض اللي يردون يخربون الأسرة الحقيقية ويبدلوها إلى شيء آخر شنو دايس خطير يخلون بذهن المرأة أن عمل المرأة بالبيت عيب وعار والمرأة ما مخلوقها حتى تشتغل بالبيت هي مو خدامة لك بالبيت يعني ينطون انطباع للمرأة أنه البيت فد عمل مو نبيل يعني ولا مهم ولا أساسي يعني أنت ما أدري هسا حتى والله تركنا منها التنظير هذا تعالي الواقع العمل أنا أحب أكون كل إش واقعي من الواقع حتى حتى يصير واضح مو تنظير مثاليات غير قابلة تطريق عملي بالحياة تعالي الحياة من الطبيعية نعم نحن إذا نريد نمدح واحد شنقول عنه نقولي بنبيت تربيت بيت صح وآخر إذا نريد نذمه نقولي بنبيت ابن شارع السهب هاي نعم يعني ابن خارج بيت نعم مو ابن بيت عصلا البيت يعني صناعة صناعة البيت صناعة عصلا هذا الرجل هذا الرجل يصنع البيت إذا كان البيت حسن وأهل البيت متحملين مسؤوليتهم بالبيت يطلع هذا الرجل يعني يخليه رجل صالح والمرأة هم التخرج من هذا البيت تكون صالح وإذا البيت ما تم تحمل المسؤولية فيه عادة ما الأمر يكون عكسيا صحيحي ولا نعم البيت هو أصل الإنسان أصلا قضية أخرى خب وأرجع لهذا الجال كل شي مهم نعم تفهم يعني أشوف يحتاج وقت شوف الطفل لما يجي إلى الدنيا نعم أول شي يتأثر بي الطفل والد ووالده وخاصة الأم وأحسنتم جزاكم الله وخيرا وخاصة الأم يتبعها من الرائحة حاصة الأم نعم أول شي يتأثر به للمجتمع هو المجتمع شنو المجتمع بيت هذا وبيت هذا وبيت هذا أحسنتم أحسنتم هي الأسرة تشكل اللبنات الأساسية للمجتمع فإذا هذا البيت حمل مسؤوليته وذاك البيت حمل وهكذا صار عندنا مجموع مجتمع مجتمع صالح ما أقول كامل مثالي حتى أسأل بنسبة لا بأس بيها صالح بنسبة عالي عالي نعم هذا ممكن التطبيق أما إذا لم يتم تحمل المسؤولية في البيت الأمر هم يكون حكسيا ومضرا ومضرا ومشاكل المجتمع تكثر النبي لما تقاضى أمير المؤمنين وفاطمة يمه قال للزهراء قالها بنتي تشوف بنتي ما خلف الباب مسؤوليتك بالداخل البيت مسؤوليتك نعم وبالداخل أحسنتم نعم وخارج البيت خلف الباب خارجا خارجا هذه مسؤولية على ابن أبي طالب كون يوفروا لكم ما تحتاجوه نعم على ابن أبي طالب حتى تتعاونون فيما بياناتكم تتعاونون فيما بينكم نعم على الحياة وتمشي الحياة ولهذا يعني بس هاي أقول نعم أقول العلاقة بأن الزوج وزوجته يجب أن تكون متزاحمية تكاملية كل يعمل بدوره تكاملية الرجل زوجته تكمل الدور من ذاك جانبه والمرأة تكمل يعني تخفف الحمل على زوجها من هذا الجانب والزوج يخفف الحمل على عائلته من ذاك الجانب هو يسدلهم ثغرة كبيرة منك وهم يسدوله ثغرة كبيرة منها وبهذه الطريقة تكتمل الحياة نعم أما إذا داخلت المسؤوليات بشكل غير صحيح وغير علم يصير مشاكل بالأسر وهذه كما ذكرنا قبل الفاصل أنه لابد للعائلة والمجتمع أن يأخذ واحدة من القيم أو كل القيم التي وردت كل القيم عن أهل البيت عليهم حتى هذه واحدة مما ذكرتم حتى لا يضايقنا الوقت ونعرج ولدينا والحديث يطول في هذا المجال وأنتم وافيتم وكفيتم بهذا المجال وهذه القيم لابد المجتمع أن يتمسك بها حتى يكون مجتمع صالحاً بنسبة عالية كما ذكرتم نعم كان الحديث كثير حول مكانة السيدة الزهراء سلام الله عليها في قلب الرسول صلى الله عليه وآله وكيف أنها كانت أم أبيها فلنتكلم عن قضية مكانتها سلام الله عليها عند الأئمة المعصومين عليهم السلام وهل أن حجيتها وعصمتها هي أعلى مقاماً من الأئمة سلام الله عليهم أم هناك توضيح في هذا المجال اللي ورد عن المعصومين في السيدة الزهراء كثير كثير جداً اللي ورد يعني أقول لك شيء نعم الطبيعي أن الإنسان يتأثر بآخر إذا عاصره أو جاء من بعده وتأثر بأخلاقه وسجاياه فيتأثر به من عاصر قوماً وعينه يوماً بدأت يجوا هاي الطبيعي نعم أنا أعاصر والدي والدي طباعة جميلة عنده كرم عنده إلى آخر أتأثر بوالدي أحاول أن أتأثر أقلد نعم أسير على خطاه أقتدي بيها أتأثري نعم يولا أنا شخصية تاريخية قريت عنها شفت صفاتها إلى مزاياها إلى عجبة أحاولها أقتدي بيها وإلى آخر أما أن شخص بعد ما جاي للدنيا الشخص بعد ما جاي للدنيا أنا أتأثر بي أتأثر بي وأقتدي بي وأتأسى بي هذا ما صار بس يا أمتنا عليه السلام بس يا أمتنا عليه السلام شلون نعم عدنا في قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد أمتنا قالوا هذا إسماعيل بن حسقيل مو ابن إبراهيم نعم هذا إسماعيل قوم دعاهم إلى الله ما قبل لو خلعصة ألخص الحاجة ربطوه على شجرة ما أعرف نخلة ما أعرف شنو وأمتنا يقولون سلخوا فروة رأسه ووجه طبعا مو برواية روايات مو بسند أسانيد مو عن إمام أئمة يعني يثبت صحة لا يعني المجموع يخلي عندك اطمئنان بصدور هذا نعم هذه الرواية عن البيتان والسلام الخلاصة سلخوا فروة رأسه ووجه يزل عيام لك قل مرني بأمرك يا نبي الله منطئذ العذاب ينزل على هؤلاء قل لي أسوة بما يصنع بالحسين هذه في الروايات يعني تأسى بالحسين والحسين بعدما مولود بعدما مولود نعم هذه بزمن إسماعيل بن حسقيل يقولها تأسى بالحسين هذا ممكن يصير محل سخرية من بعض الأطراف حسنا بالنتيجة ولكن هو ثابت عندنا موجود مولانا حتى على مستوى الثقافة القرآنية كلام كثير هنا أنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع من ذريتي اللي جاب إلى مكة من إسماعيل يا أسحاق أقول إسماعيل إسماعيل ربنا إني أسكنت من ذريتي يعني إسماعيل وامتدادا الذري ذا جهزة التعبير من ذريتي خب هو من أجهنا خب بعد هو وذري نعم نعم لما يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي يعني إسماعيل وامتدادا وامتداد النسبي نعم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ذرية إسماعيل ذرية إسماعيل النبي قال تهوي إليهم وإليه طبعا وهم النبي قال ذرية إسماعيل النبي قال القرآن ذكر النبي قال بعدهم جاهل للدنيا هذا الحاجب بزمن إبراهيم وإسماعيل يقول فاجعل أفئدة من الناس تهوي ذرية إسماعيل اللي راح يجون لأن إبراهيم من جاب إسماعيل بعد طفل رضيع بعد ما عنده ذرية نعم خلق القرآن ذكرهم بعدهم ما جاي للدنيا هذا هم يسخر منه خلق آية قرآنية بعد نعم مثل الشمس واضحة فإذا هو واحد يريد يسخر من القرآن خلقه بعد كيف المقصود نعم فقال لي أسوأ من أصاب الحسين حسين بعدهم ما جاي نعم أئمتنا نبينا وأئمتنا الأنبياء ذكروهم واقتدوا بيهم متأسوا بيهم بعدهم ما جاي للدنيا مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد هذا عيسى ببرة ستمائة سنة إجاء أحمد بعد ما جاي يقول مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ولقد كتبنا في الزبون بعد الذكر أن الأرض يرثوا عبادية صالحون بعدهم ما جاي قرآن نذكرهم نعم مو بس روايات الآيات ها الشكل تقول نعم زي هؤلاء الأئم اللي يتأسى بهم الأنبياء وهم بعدهم ما جاي للدنيا يقول مهديهم بتوقيع من توقيعاته وهذا التوقيع صادر على يد أحد نوابه الأربعة ولي أسوة بابنة رسول الله عجيب وسلعله الأخوة التابعون استغربوا واتسألتني الأئمة شي يقولون بالزهرة نعم زي سترحت إسماعيل والحسين واخذتني هاي ويصدع بالحسين على شنو أساد الحاج على هال نعم أقول الأئمة اللي ذكروا قبل ولادتهم على مستوى القرآن قبل ولادتهم ذكروا وجبت بعض الآيات على مستوى الروايات ذكروا وتم التأسي بهم قبل ولادتهم وجبت بعض الروايات هؤلاء الأسوة لمن سبقهم من حيث الزمن واحد منهم اللي هو الإمام المهدي في توقيع من توقيعاته يقول ولي أسوة بابنة رسول الله هذا مثال على ذكر الأئمة عليهم السلام للسيدة الزهراء إمامنا الباقر يقول كانت مفروضة الطاعة السيدة الزهراء على كل نبي وملك ووحش وطير وجن وإنس هذا في عالم الملكوت حس بإمكاني الأحبة ليشوفوني يكتبون قسم من هاي الرواية بحث المصادر يعني الكتب المكتبات هاي الأكترونية تطلع لهم الرواية في البحار وغيرها موجود ولقد كانت مفروضة الطاعة يعني سيدة الزهراء على كل نبي وملك ووحش وطير وجن وإنس الرواية موجودة وغير ذلك دعب قال أفاطم شوف الإمام الرضا عليه السلام شون تفاعل وشنو أعطاه وأعطاه جبتة وأعطاه أموال ولما قل قد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن قال آمنك الله يوم يعني خرج بخير الدنيا والآخرة لأنه قال أفاطم وشون تعامل وشون تفاعل الإمام الرضا تفاعل أهل البيت وذكر أهل البيت للسيدة الزهراء عجيب لما تطلع على تراثهم في هذه السيدة الزكية وهذا يدل على علوم مقام وعلوم منزلة في الواقع هل للسيدة سلام الله عليها مقام يختلف عما هو في الدنيا في الآخرة هل لديها مقام في الآخرة يختلف عما هو في الدنيا ويوم القيامة يكفي أن عرصة من عرصات القيامة باسم السيدة الزهراء هذا يكفي شلون في مصادر الفريقين نعم والإخوة لما أذكر نص الرواية الآن بإمكانهم الآن يعني بحثون هاي الرواية وين موجودة راح يجدون هاي الرواية موجودة في كتب الخاصة والعام وأنا مسؤول نعم في عرصة من عرصات القيامة ينادي المنادي معاشر الخلائق غضوا أبصاركم لما يكون الكلام معاشر الخلائق يعني من زمن آدم يعني عرصات القيامة اللي يوقف بيها من زمن آدم نعم من زمن آدم إلى يوم القيامة حسنا يوم القيامة ما ندري نشو وقت تصير ما ندري إشقد راح يجون بشر من بعدنا لا أعلم على الأقل الآن الكرة الأرضية باليوم نسورج بي أنا وياك 7 مليار نعم وفي تزايل قبل جيل نشقد كانت طبق قبل نشقد كانت واحد ثين وفي تزايل وإرجع الآدم وتقدم اليوم القيامة إشقد بشر هاي كلها راح تجتمح على صعيد واحد عرصات القيامة يوم تبدل الأرض وغير الأرض بالنتيجة يقفون على صعيد واحد بعرصات القيامة اللي هو أهم عرصات مستوية ما بها لا صعود ولا كذا ولا ويأتي النداء معاشر الخلائق من زمن آدم إلى يوم القيامة غضوا أبصارك ليش؟ كلكم ليش؟ حتى تجوز فاطمة بنت محمد يعني تمر سلامه الله طبعا اتوقع الخلائق من زمن آدم إلى يوم القيامة كلها تغض بصرها وتنزل راسها حتى فاطمة بترسود الله الجوس عرصات القيامة سلام الله هاي مو فقط في مصادر نعم حتى في مصادر الآخرين هالرواية هذه موجودة أي مقام هذا وأي منزلة هذا وأي مكانة هذه تعطى للسيدة الزهراء وتبين في ذلك اليوم العصيب الصعب السيدة الزهراء يكون هذا الشأن وهذا المقام وطبعا الرواية لما تتكلم عن الناقل للسيدة الزهراء أوه واش تقول من مواصفات عجيبة غريبة مرتبطب مواصفات ما في ذلك العالم وما في هذا العالم الخطام شنو وكذا شنو وأنا أتمنى من الأحبة يراجعون الروايات الموجودة في كتب الفريق يتأكدون يشوفون شنو تكملة الرواية هذا يدل على مكانة للسيدة الزهراء بالقيامة وإلها مكانة في الدنيا وأرجو من الله تعالى أن يحشرنا مع هذه السيدة الزكية الطاهرة أمين أمين يا رب العالمين أحسنتم شيخنا العزيز وحتى نختم الحلقة بهذا السؤال بعد كل هاي المقامات والعظمة اللي شفناها للسيدة الطاهرة سلام الله عليها كيف لنا أن نستلهم الصبر ونتعلم كيف نحيا على طريقة السيدة الطاهرة سلام الله عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم شيء بهذا الجانب يعني يولد الصبر ويولد التأسي ويولد الاقتداء ويولد المشي على هذا السراط المستقيم هو التعرف على السيدة الزهراء تعرف على السيدة الزهراء شون عندنا من مات ولم يعرف إمام زمانه في الأئمة عليهم السلام من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية والعلاد بالله السيدة الزهراء عليها السلام نفس الشيء الإنسان عليها أن يتعرف على هذه الشيء طبعا أستقول لي والحديث اللي يقول سميت فاطمة لأن الخلق فطيموا عن معرفتها أقول معرفتها بشكل كامل وهذا ما يمنع من التعرف عليها بشكل آخر كل واحد حسب درجته وتحمله وطاقته في الواقع يتعرف على السيدة الزهراء أحد العلماء كان يقول عفوا المقاطعان لكلامكم كان يقول أنه كل إنسان يحاول معرفة إمامه أو الأئمة سلام الله عليهم بما يستوعبه قلبه هو هذا هو هذا فالتعرف على السيدة الزهراء عليها السلام والتفاعل مع هذه المعرفة تولت حالة الإنشداد والاقتداء والتأسي وإذا حصلت هذه الحالة فتشوف هذا الرجل يوذيك الإمرأة يتعلم من السيدة الزهراء الصبر ويتعلم من السيدة الزهراء تحمل المسؤولية ويتعلم من السيدة الزهراء الشجاعة والقوة مجال الحق ويتعلم من السيدة الزهراء الدفاع عن الإمامة ويتعلم من السيدة الزهراء العفة والحجاب ويتعلم من السيدة يتعلم ويتعلم ويتعلم بشيخنا العزيز ختاما للذي يريد أن يبحث ويخوض في شخصية السيدة الزهراء ماذا يقرأ؟ كل ما كتب عن السيدة الزهراء عناوين ممكن تعطونا؟ كثير مثلا؟ كثيرة كثيرة ما أقدر كثيرة كتب السيدة الزهراء كتب كثيرة ما على المؤمن إلا أن يطلع على الكتب مثلا إذا تصرون على كتاب كتاب الشيخ القرش الشيخ باقر شريف في السيدة الزهراء عليه السلام كتاب جيد كتاب مثلا في مجال ظلامة السيدة الزهراء مأساة السيدة الزهراء للسيد جعفر مرتضى العاملي رحمه الله من مجلدين كتاب جيد كتب أكو موسوعات موسوعة من 25 مجلد الموسوعة الكبرى عن السيدة فاطمة الزهراء 25 مجلد الحالة الأسرية للسيدة الزهراء خلالها مجلد كامل علم السيدة الزهراء عبادة السيدة الزهراء أقول كنا نطلع نعم أنا طراحت هذا السؤال يعني استجلابا من آراء المتابعين والمشاهدين مثلا يقول لك أنا وين أروح أقرى أكو كتاب آخر فاطمة الزهراء الهمداني كتاب جيد هاي أضافه نعم أحسنتم شيخنا العزيز نعم سيدة بهذه الجلالة وبهذه العظمة بلا شك نحن لا نستطيع أن نصل إلى معرفتها ولكن نحن كما ذكرتم نحاول بالمقدار أن نتعرف عليها سلام الله عليها لنستلهم منها كل هذه الدروس قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا نعم أحسنتم شيخنا العزيز نعم وهذه دعوة لكل المشاهدين والمتابعين بأن يخوضوا ويتعلموا أكثر وأكثر عن شخصية السيدة الزهراء سلام الله عليها شخنا العزيز وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة وافر الشكر وكثير الامتنان للباحث الإسلامي فضيلة الشيخ زمان الحسناوي سلامكم الله لوجودكم الكريم معنا في هذه الحلقة نعم مشاهدين الأحبة وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة